موسيقى تحية حب واحترام ووآم وسلام لكل مشاهدين الكرام في كل مكان ونحن نلتقيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي سيفي دائما نقول بالسيفي أنه الناقش مجموعة من المحطات بحياة النجوم اليوم ضيفنا واحد من نجوم كرة الصالات اللي أثر بشكل أو بآخر على المنتخب الوطني بشكل إيجابي اليوم طبعا منتخبنا الوطني للصالات تفوق في الشوط الثاني على المنتخب الصيني بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد ما كان متأخر في شوط المباراة الأول بهدفين مقابل لا شيء كرة الصالات ما يختلف عليها شخصين على أنها في الفترة الأخيرة ازدهرت بشكل ملفت للنظر بالتالي منتخبنا عندما يشارك في بطولة قارية الفرق الباقية تحسب له ألف حساب ليش الفرق الباقية تحسب له ألف حساب لأنه بصراحة يقولون معرف صح ولا خطأ الاختصاص رح يجاوبوننا يقولون انتشار الساحات الخماسي في كل مدن العراق ساهمت بشكل أو بآخر بتخريج مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على الأداء بشكل طيب بأنديتهم أو بالمنتخبات الوطنية منتخبنا من يشارك بطولة قصد منتخب الصالات إذا مو أول ما يقبل إذا ثاني ممكن موضوع يتأثر لجنة الصالات باتحاد كرة القادر ورئيسها المرحوم سيد عادل ياسري يعني ألف رحمة على روحها الاعتبار أنه هو اهتم بشكل أو بآخر وبشكل كبير بموضوع كرة الصالات بالتالي أفرز أنه منتخب شباب ومنتخب وطني على مستوى عالم للأداء في بطولة الأندية العاسيوية نفط الوسط شفناه أدى بشكل طيب هذه النتائج ما أجت من فرام بالتأكيد هناك تخطيط وبالتأكيد هناك يعني أمور ثانية يمكن إحنا نجهلها كمشاهدين أو ربما لين إحنا مهتمين بالصالات أو بالساحات المفتوحة يمكن نجهل هذه الأمور طبعا اليوم جبنا لكم ضيف نجح بشكل كبير مع منتخب شباب ودانا وين للأرجنتين بالمباريات العصبي نشوف الأعصاب الشراييني اللي بلقبتا ما عرف وين تطلع ما يضحك أبد تبدل المباراة أنت ما يضحك اليوم ما يهدون بي ما أكو ما يقعد أبد بالبرنامج بصراحة هو فيد واحد حباب وهادئ ويضحك وكابتن علي طالب مدرب منتخب الشوالي ما سألن بيك أنا سألن بيك وتحية لك وعلى قناة الطليعة وعلى برنامجك الراع برنامج سيفي وتحية للأخوة المعدين والخلف الكواليس زين اليوم أنت بالصالات دائما يقول لك دائما يلاعبون تحت الضغط مو صحيح تبقل الصالات دائما تبحثون اللاعب يخلص نفسه عن الضغط 100% زين أنت اليوم راح تكون تحت الضغط بالبرنامج لا شيء أكيد اليوم أنا سعيد طبعا برؤيتك استاذ أمين وبالأخوة يعني أنت صديق وأخ وتربطني بيك صلة رحمة فأنا ما راح أكون مضغوط نطول لا وانا أقول لك مرات يحتاج لك مهارة موجودة إن شاء الله مجارة زين مادام شون اختارتوا اللاعبين شون اختارون اللاعب يعني على منتخب الشباب زين شون اختارون اللاعب يعني أول نظر هسان مرات شا اقول لك أنا مرات عندي نظرة بصاحة مفتوحة نعم أشوف اللاعب وقول هذا والله صح ليش صح يعني فد نظرة بداخلي ماردى أبوح بسر المهنة يعني يعني قضية اتخاذ القرار قضية مثلا تجي الطب ويعرف شون يتخلص من الخصم بجسمة إنت شون تختار اللاعب أنا بالنسبة عند وجهة نظرة مثلا اختار اللاعب على يكون ذكي أو القوة الجسمانية تكون موجودة المهارة أنا أوفرها للمهارة أنا أخلي يكون مهاري بوقت أو غير وقت لكن أنا برأيي شخصي اللاعب كرة الصلاة لازم يكون ذكي والبنية البنية جسمانية جيدة يعني يحتفظ بالكرة 100% من كرة الصلاة هي لعبة رجال لعبة رجال 100% والله زين يعني أنت دائما يقولون الشحنون اللاعبين قبل مباراة صح؟ طبعا ها سواء على شوف اليوم أنت تزلمة واحد تزلمة دير بالك وشنو طبعا طبعا أنت اليوم بكرة الصلاة الخطأ بها يعني يوديك الهلاك مثل ما تقول زين خسارة يوديك هي هو الخسارة شنو هلاك نعم يعني اليوم أي شخص بالعالم يكره الخسارة زين يعني أنا ممكن ألعبو أطفال أضوجي مرات تقسر ها تلعبوهم بالبليلة وبالبليلة مثلا أو اللعبة بالموبايل فكل واحد إلي أموانا عندي الله يخليهم ثلاثة فكل واحد إلي دور هاي زين فإذا أخسر يوديك يوديك ما يحب تخسر رأسنا يقول يالله للنوم الله يحفظ أطفالك زين أقول لك عدي صبار زياد شامل ولد صراحة حبيب ولد اسم حبي عفك من الأتباع زين جدات والله ياسر أيضا ياسر كاظب تحقي يعني وكثير من الناس بيحثونا برسائل على الخاص نعم بس أول اثنين هم ذول هم كارثة وياك هادي صبار وزياد وياك بلجنة صلاة هم عدي موجود يانا كمنسق علامي وزياد محب لكرة الصلاة وهو همه يانا طبعا دعم لنا طبعا دعم لك وانا قصد شنو مجهلة تحية انطوني مجموعة من صور عنك نعم انطوني مجموعة من معلومات عنك نستمر البرنامج نستمر خلي نشوف طبعا نحن فكرة البرنامج بكين دا شاف البرنامج نناقش صور نعم الصورة الأولى شباب خليشف الصورة الأولى الصورة الأولى منتخب الصلاة انت بالوسط بتضبط مو رابع واحد اليمين مو هاي وين الصورة هذا منتخبك مو اي هذا منتخب هاي اول او منتخب العراق اللي انت الدربة اي اول وصولنا يعني اول وحدة تدريبية في القاعة اللي لعبنا بها بطلة تايلين اللي من خلالها صعد المنتخب نعم وين صعد للأرجنتين للأرجنتين بس هاي اول صورة اول ما دخلنا صراحة ظلينا مبهورين بالقاعة ازاي فانا جلتهم عوفوا الوحدة التدريبية خلنا ناخر الصورة جماعية ازاي ريتها ذكرة ازاي هاي الصورة يقولون قتلهم رايحين للأرجنتين مننا اي والله قتلهم اي والله قتل يحيا الحارس يحيا عبد النور قتله قتله هذا يحيا طابع خاص بداخل يعني هذا اعتبره صندوق اسراري اهه قتل يابا احنا رايحين مننا اي 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 هم كانوا خمس لاعبين وست لاعبين هم كلهم ابنائي صراحة لكن كل اللاعبين كانوا موجودين بس هم كانوا ستة وخمسة من ضمنهم يحيا كانوا قريبين عليه كلش قريبين كلش كلش لحد لا زين اما وياك جزء من حياتي زين وين اخرتم وياك للشرطة لو لبلدية البصرة معرفون اه حاليا اثنين معاي في بلدية البصرة وبعد واني بعثت يحيا عبد النور الى نادي نفط الوسط لان اشوف ينجح يوصل المكان المكان يعني انت ساعدت لاعبين منتخب الشباب بالتوقيع لمجموعة الانديه كل لاعبين موجودين زين صحيح اللي ما يوقع النفط الوسط من الكبار ما يكون بالمنتخب الوطني ما كيش كلام هذا انا اعتبر هذا اعتبر مثلا شوف اليوم الناجح دامني يحارب دامني يحارب ما هيثم بعيو بنفط الوسط شوف ما لا شغل والله انا مسؤول عن كلامي قابتنا هيثم عباسي هو الفكرة اللي موجودة عنده شنو واني حتى عاني بالذات احنا اللاعب نجيبه احنا اكثر اللاعبين نفضلهم من المنتخب الوطني فاللاعب نجيبه من خليب ناضي نفط الوسط او مثلا بالشرطة او بلدية البصرة نكون احنا مؤتمنين عليها من ناحية انضباطه التزامه منامه اكله شربه البرنامج اللي خلينا المنتخب الوطني اذا اذا يستمر معاي بالنادي راح يستمر معاي بالنادي راح اصل بالمنتخب الوطني الى مبتغانة ومبتغ الشارع الرياضي يعني زين نعم يعني فبالتالي هذا الموضوع اللي يقول لك لما يوقع النفط الوسط ما اكو اي كلام وانا يتحدى اي واحد اي واحد يتحدى خل يجي بيتي او اي مكان اروح اناقش عم يخاف يخافون منك انت رجال لا ان شاء الله مو يخافون يشوف دائما الحق يخوف اه يدام والله ما اعرف واحد من مقلدي واك ترى ابو شجاعي هددك يعني اي ما انا ما اعرف امطيني وحده اي واحد اتمنى اي واحد تجد واحد اي واحد اي واحد واحد قال لي نزل صورة مسدس وقل لهذا وداك المنتخب الوطني شلون قال لي طلع صورة صورة مسدس نعم بالشاشة وقل لهذا وداك المنتخب الوطني للشبار بس الضعيف يستعمل هذا الشي والله 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 والحمد لله شكرا مستوى لا انا معروف من عائلة معروفة من عشيرة معروفة ازيه اي دائما دائما اقول من طلب العلا سهر الليالي انا انا من سهر تليالي سهر تليالي ولا نهار حتى النهار سهر تليالي والله والله ازيه اي قدمت شي انت النتائج تحت شي لحد لا ما نقدمك الشي اقوله اي بعدني نقطة بباحة موساعدة المنتخب للارجنطين شو يعني هذا اقل شي نقدمه شي بلدنا شهر العاشر والله عكزين بالبطولة ان شاء الله شي تجيب شنو طموحك مدالية ان شاء الله اقوله ان شاء الله جيب مدالية ان شاء الله مبعدة يبو هاي مو نلزمها عليك بالبرنامج ان شاء الله يعني اذا سجلوا عليك اذا توفر شي اللي بالي مدالية ان شاء الله شي توفر ببالك من منهاج قدمت اللي جنال الامبية ومبدئين الاستاذ سرمد عبدالله وجيل التحية ونتمنى للموفقية بمسيرة ترشيح البرلمان ان شاء الله انا ابدان ما اصول بالسياسة لا لا احنا 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 ريد نحمر رياضتنا من الناس رياضين ريد واحد يمثلنا بقبة البرلمان زي اي اللي الموجودين حاليا والسابقين انهبونا بس ما ساعدونا صراحة يعني انا اقوله وبشجاعة زي احنا ريد واحد يمثلنا بقبة البرلمان يمثل رياضية فاستاذ سرمد عبدالله قبل قبل اهي مدعاة صراحة كلمة تقال مدعاة زي وفر لك وفر لك مية بالمية وفروا لكم ان شاء الله شنو منهاجكم وراح تروحون ان شاء الله تعسكرون يعني اول ما عسكر في البصرة الحبيبة بصرة امو الدنيا ها وبعدها وبعدها ان شاء الله في النجاف الاشرف وبعدها وبعدها ان شاء الله في احد دول الخليجي بالتنسيق مع الاتحاد العراقي ثلاث معسكرات اي كافية للذهاب بالمنتخب لا 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 هاي كبداية زي يعني بالتنسيق رح نشوف قسم الوديات عندك ان شاء الله وين عندك وديات طالب يعني انا الوديات اللي طالبت حاليا مع اتصال مع تعرف اليوم من اوروبا متأهلين هم برتغال وروسيا زي فصار الاتصال مع عز الفني اللي هو خارج العراق اللي هو لبناني انا استعانت بيه كصديقي يعني زي حسين غنان تصل بالمدرب المنتخب الروسي وامن إن شاء الله مبارتين مع المنتخب الروسي شوكت هذه قبل الفطولة في أيام ان شاء الله راح تكون في شهر السابع بعد كأس العالم ان شاء الله ها ان شاء الله بعد كأس العالم في روسي راح يذهب الفريق حتى امنوا مبارعت مع المنتخب المغربي يعني راح يلعب في أرضنا راح نعب في أرض إن شاء الله حتى إيران يعني حتى منتخب إيران أنا أريد ألعاب في فرق متأهل لأرجنتين ما ألعاب في فرق مع تطموح منتخب على مستوى عالم العدنين نعم شوف أستاذ أمين منتخب متأهل للأرجنتين أنا أممكن ألعاب أجل احترام مع لبنان أو مع قطر بس هو ما متأهل للأرجنتين ما عنده روح المنافسة لهذه البطولة العالمية أنا أريد ألعاب في فريق متأهل للأرجنتين عنده روح المنافسة يريد يروح يخطف ميدالية فأنا إذا تعادلته مع روسيا أو تفوقت عليه أو خسرت فأنا مكسب كبير يعني أنت تقول الآن أن الألعاب وفرق متأهل متأهل للجمع طبعا حتى تستفاد منه فنية طبعا مصر يا أما المغرب يا أما مصر يا أما المغرب يعني إذا تأهلت المغرب راح يكون ضيافتنا في المغرب لمدة عشر تيام ومبارتين مع المغرب إذا تأهلت مصر راح يكون في مصر كنت في الصلاة طولت بشكل ملفت للنظر صح؟ يعني في الشيء بسيط بعد إن شاء الله بدأت تأخذ خطواتها البطيئة لكن هي جدا ناجحة جدا ناجحة زي أخي نشعبك صورة ثانية شفت الصورة الثانية طبعا شنو هاياني جنتم حضر لك شيء ثاني جنتم حضر لك صورة مقصوصة وبيها هذه المخرج قبل طلح دول منو سر نجاحي هذول هذول اعتبرهم شايف واحد من تجي على جبل ما ينهز هم هذول ها هذول جمعتك مننا حسبهم ورايا حسب الأمام ها شي قدموا لك انت عليهم التدريب وانت عليك وقف لا نحن نقسمين العمل زين الاستاذ عقيل عبد الزارة حافظ هو المدير الاداري هو المعزكر والوسائل الراحل اللاعبين والجازل في النجاح زين المساعد الأول اللي هو ياصر حميد جبر زين هذا الرجل يعني أربع عشرين ساعة يعني دائما يطيني بس السلبية يعني يقل لي أنت دائما يعني بي على مدنجح ها يشخص لك السلبيات حتى تصحح يقول لي أنت تصح أنت كذا أنت كذا لا دائما يقول لي أنت مخطئ لازم يجتمشي لازم في ياسر حميد هو جزء كبير من نجاحي زين اضافه إلى كابتن نشهد اللي هو المساعد الثاني ابو آيات ابو قلبي الطيب العملاق العملاق أنا اعتبر هذا شخص يعني مكمل العقل زين اضافه إلى كابتن عدنان رجل عدنان خليل اسماعيل من أفضل المدربين بالعالم فكرة الصلاة للحراس فقط الحراس اي يعني مكانة عدنان خليل زين ليش ما لعبت ليش ما لعبت يا حي عبد النور بالنهاية هو كان عنده رؤية أنا أستاذ أمين أنا عنده طبيعة عنده طبيعة أتعامل بمهنية زين الحارس مدرب حراس النزلة ايه بالله العظيم موانا كلا أجي مثلا أقول لك أقول لك أمين اليوم برنامجة كان بنقص كذا أو كذا انت بكيف فقط تأخذ النصحة أنا جيت قبل المباراة إلى يابان صراحة قلت له أنا أفضل يحيى عبد النور يلعب قال لا ظاهر ردة الفعل وكذا قلت له يحيى أفضل حارس بالعراق قال لي لا كابتن أنا وجهة نظري قلت له خلاص بس هاي شنو أشهد علي الجاز الفني والمستشار الفني اللي هو كابتن هيتام عباسي بحيوي أوجه للتحية طبعا نسيت أنا أبارك له اليوم اليوم فازي اليوم أبارك له الشعب العراقي بفوزة أبارك له على عقله الكبير والذكاء بالشعب الثاني اليوم فازي بشعب الثاني بالشعب الثاني فأجيت بالمباراة لنا هاي جيت الكابتن عبنال إحنا نجتمع قبل المباراة كنا بغرفة عدي سبار قلت له أنا برأيي الشخصي باشر يحيى عبد النور يلعب قال لي كابتن أنا أتحمل المسؤولية وأنا أشوف زاهر قلت له خلاص تكل على الله فأنا ما أدخل بعمل أي واحد خلاص وإحنا تفوقنا مباراة لأبن إحنا تفوقنا مباراة جيد غلبنا واحد صفة كان زين الحرس مئة من المئة شوف الحراس اللي كانوا معاي أربعة في البطولة شخص يعني شخص يعني الحراس اللي كانوا معاي في البطولة أربعة هم حاليا من الأفضل الحراس بالعراق اللي هو زاهر مهدي يحيى عبد النور علي مسلم الآن يقدم مستوى في نادي نفط حسان عندي مخلاف زعل أخ كبير أو أبو على ابن علاو ابني وحارس عدة من أفضل الحراس بالعراق يعني علي مسلم يقدم مباراة مع نادي نفط الجنوب مع الكابتن عباس فاضل وجه للتحية علي حاليا هو اللي مثلا شايل نفط الجنوب على كفوف الراحة وعمر كريم أنا مجموعة سوا عمر كريم اللي هو كان على المدرج حاليا مع الكابتن زهر عليه وجه للتحية مصاف الجنوب هم ده يؤدي مستويات جيدة هاي الجمهور ما شايفون ذول ليش ما يتنقل مباراة كم تلفزيونية احنا شوف في تايلند تايلند عندهم قناة خاصة لنقل المباراة مشتري البطولة الحقوق أو كذا تايلند عندها لعبة كرة الصلاة هي الأولى يعني الأولى في بلتهم يعني نعم في تايلند في تايلند يعني زين فمهتمة فدائما هي تشتري حقوق النقل وكذا مباراةنا كانت كل المباراة كانت شاهدتها عن طريق التواصل الاجتماعي الفيسبوك والهي الحمد لله وشكر شوف احنا لماذا تنقل مباراةكم بالعراف؟ مباراة الدوري يوميسا الجمهور مهتم بشكل أو بآخر بالكرة المفتوحة كرة الصلاة نادرة من الاستقادر الإخباري دائما الأخوة المقدمين أو كذا مثلا قناة الطليعة اليوم أقول له مثلا إذا تيجي ترعي دور كرة الصلاة راح تشوفت شيء نموذجي في القناة صراحة القناة العراقية نوجي لهم التحية نقل مباراة بس دائما هم معذورين أكثر الصلاة عندنا ما صالحة للنقل السؤال اللي هنا نحتاج مونة تحتية للصلاة مية من مية يقولون عندنا بغداد قرينا راح تنفتح أو قاعة وزارة شباب الرياضة هذي القاعة اللي وين؟ بوزارة شباب الرياضة لا لا قاعة بوزارة شباب الرياضة يعني بالمجمع الوزاري صرع عليها دوري سيد الوزيرة أنا سألتها يقول عليها مشكلة عليها مشكلة يقول مشكلة مع الشركة المنفذة هذا موضوع الانتشار صلاة يعني ملاعب الخماسة بالعراق نعم يعني خدمكم خدم يعني خدمة بشي بسيط خدمكم لا خدمة بس بشي بسيط شلون يعني؟ العشو بيختلف عن كرة الصلاة حتى النفس من هو الأكثر؟ صلاة تحتاج تمرين أكثر؟ مية بالمية مو إحنا لعبة كرة الصلاة هي اللعبة اللا أكسجين تحت الضغط أصعبة من السلة ومن اليد ومن الكل بالله يعني اليوم أنت اليوم أكثر اللاعبين الموجودين عندنا بدت يأخذون ثقافة اللاعبين المعترفين دا يجون دا يلعبون عندنا يعني قبل من يتعب اللعب ما يطلع زين وهذا راح يكون سلبي على الفريق ومدافع وما كذا ها أنتوا من يطلع تبدو مفتوحي اليوم نحن مثلا كل مدرب عنده قروبات قروب الأول قروب الثاني قروب الثالث كل قروب إذا أدي لك ثلاث دقائق صورة صحيحة مئة بالمئة ثلاث دقائق يعني لاعب شوت كام ها هي تشي بالساحات المكشوف بالخليج كرة الصلاة زينة مئة بالمئة خصوصا بالكويت بالكويت لعتهم بطولات رمضانية تنشيطية بطولات رمضانية ومنتخبهم منتخب جيد يقولون دائما يقولون دائما دزولك دعوة ترح تحضر دزولي بس كان الوقت أنا كنت جاي من تايلينت وما شايف عائلتي هاي بطولة رمضان وكان عندنا نهائيات دور كرة الصلاة في الناصرية فإحنا الناس اليوم مؤتمنين على كرة الصلاة حتى لو مدربين بس أنا مرات يكون عملي إداري أكثر مهوفني أركض للعبة من المنتخب الوطني المنتخب الشباب حتى الأندية نركض لهم والسحنا دا نشتغل على موضوع الثاني راح يروح بطولة عربية إن شاء الله زين في السعودية الأول آسيوية آسيوية والثاني راح يروح بطولة عربية إن شاء الله زين خليجي أنت مو؟ يعني في الصورة الجاية شي تقول الصورة الجاية تقول أنت وهيتم عباس بعيوي وبال هاي مين؟ هاي بالبحرين هاي بطولة الخليج وجهنا دعوة أنا واخوي الغالي كابتن هيتم عباس بعيوي أه وجهنا دعوة ورحنا كنا في البطولة كنا محللين من نفس الوقت زين وبنفس الوقت كنا يعني هاي اعتبرها من أجمل السفرات في حياتي يعني كنا بس أنا ويا بس ماك ثالث لا وبعدين هناك شغلة ثانية ما عندك منتخب الدربة لا 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 والله لو جيب ألف منتخب إذا أنا ويا بس أنا زين عموني ويفهم هو سيفهم كلامه زين إذا بس أنا يعني مساعدة الأخوة المدربين يعني مساعدة كل الأخوة المدربين المجهولين كل التحيين كل التقدير هم طبعا لو وجوتهم إحنا ما موجودين بهذا المكان مدربين بس أنا حكي لك إذا أنا ويا محللين وين رحتم محللين بالبحرين بطولة شنو بطولة كيس الخليج اللي إحنا ما نشارك بها ليش ما نشارك بها إلا موافقة موافقة منين لازم موافقة حكومية لازم وزارة الشباب واتصنى كابتنين ثم اتصنى بالسيد الوزير وإن شاء الله تدللوا واتصنى برئيس الافتحاد إن شاء الله تدللوا شو بيعنا الدلل شو بيعنا الدلل ولمنتخب مشارك إن شاء الله رحت محللين ضجته ها مين مين حصرة والله ممكن نشارك بطولة قاعدة عندنا حصرتين واحدين الأولى هي الأولى الحصرة الكبيرة ما عندنا قاعدة أنا هسا إذا أصير عندنا قاعدة مستعد أي دولة بالعالم أجيبها تلعب بالعلاقة والله أي دولة بالعالم من البالك أي منتخب من البالك مزين حكم علاقتك حكم أنا والأخوة اللي عملون معانا مزين علي عيسى وجه للتحية عقيل عبد الزهرة وميد شامل مزين كابتن هثم عباس بعيوي الأخوة في لجنة كرة الصلاة كنعان حامث حج حمي مزين كلهم دولي حتى هذا الشخص أجيبهم شوفوا الشخص الجاي صورة الجايه وراح تقول لك هذا الشخص يعني هو اللي راح يجيب كرة الصلاة الله هذا الشخص مو؟ هذا السيد عادل ياسري المرحوم عادل ياسري الشخص الأول اللي الناس ترحم له دائما صاحب الفضل الكبير على كرة الصلاة نحن مرد هيت شيء مشكلة والله كل الأخوان اللي بكرة الصلاة الأسف الشديد والله جرحني الحمد لله الحمد لله على كل حال ورحمة مشكلة والله ألف رحمة على روح هذا الرجل السيد عادل ياسري اللي شكوا شخص بالمناسبة أتكلم بالنيابة عن أستاذ علي شكوا كل الأشخاص المعنين حتى ما عرف الكلام راح من عندي كل الناس اللي اللي بكرة الصلاة دائما يدعون هذا الرجل من الرحمة والغفران ممكن ناخد فاصل بعدها نرجع مشاهدين الكرام لا تذهبوا بعيدا المίζمة كفين جدي المهم اشتركوا في القناة 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 تعرف شاني يعني تخدم العراق عسى الجزء ناس واي تبالغ انا في الدورة التدريبية اول دورة تدريبية لي لكنت مدرب منتخب ولكنت ولكنت كان المحاضر علي رضاء الإيراني وهو كان مدرب المنتخب الوطني فسأل قال ممكن يعني شنو اذا قدموا لك ابنادي ينطونك مبلغ بالشهر عشر تالاف دولار وبالمنتخب الوطني او اي فئة حتى لو اشبال يطونك مثلا مئة دولار بالشهر وين تقبل قلت للمنتخب قال ليش قلت له اول خدمة بلدك هاي اول نقطة ثاني يسوي لك هيبين لولا العراق علي طالب منه منه يعرفه عراقه صح منتخب صاحب فضل عليك مئة بالمئة ازاي الان انت دربت النادي كبير بلدي وين مركزكم يا مركز بالدول ثالث ثالث بالدول اي بس بعد عندنا مباريات عندكم كم مبارات عندنا تقريبا باقي اربع مباريات صدام سلمان يقول ليش فضلت نادي بلديات البصرة تحياتنا للكابتن مدرب حراس مرمى نادي البحر اليوم خسرة واثنين صفر وهي الجوية يعني اعتق النتيجة طبيعية طريق الجو فريق متخن بالنجوم يقول ليش فضلت نادي بلديات البصرة على الكثير من الاندية هل لان هناك مقومات نجاح في بلديات البصرة وشنو انطباعك على لاعبي محافظة البصرة طبعا انا دائما اقول البصرة هي ام الصلاة ليش تسعة اندية اللي عمون دوري المنتاز تسعة اندية البصرة تسعة و اكثر موجودين اللي انسحبوا اللي التقشف و ماكوا فلوس و ماكوا كاف اللي هم شط العرب الخليج كثير من الاندية يعني كثير ما يحضرون اسماهم حتى اللي اخذ دوري درجة الاولى النادي القرنة ما عنده فلوسا يلعب ما عنده فلوسا يسافه زين فانا اعتبر البصرة المدرب اللي ما يعمل بالبصرة ما مدربة والله صعب تدرب بالبصرة مية بالمية صعب صعبة تروح انت لان انت مدرب منتخب وطني اخداقت البصرة لا نادي بلديات البصرة طبعا وجيه التحية لسيد رئيس النادي رئيس الهيداري اللي هو دكتور اسامة والامين السر اللي هو استاذ كنعان زين المهندس كنعان الناس تربطني بهم علاقة عالية واخوتي من اجوا اجوا ان اخوني انا حاليا يعني مو مدرب ما اتقاضى اي شي من النادي بلديات البصرة الا امانة يعني سيلو ايه اجوا قالوا اولا احنا ريدك انا رحت للمصلحة هي مصلحة اللعبة ومصلحة المنتخب زين جبت كثير من اللاعبين هم الشباب على الخليط اللاعبين الخبرة بس ده اكثر تعال بمباراة الدول ده اللاعب اللاعبين الشباب على مود ايش على مود جايز فريقك اجايزي للبطول ايه هذا ده اعمل وياه بالنادي زين وراح اعمل معه بالمنتخب زين رح يجي يفهم شريدان بالملعب كم لعب عندك حاليا ثلاث لعبين ثلاث لعبين اللي هو سجاد وعباس وحيبة يا سجاد سجاد اللي هو احنا لقب ينصح لزرزور ايه والثاني اللي هو عباس عبد الكريم حمدية نصح لحمدية وحيدر محسين اللي هو عشقي دائما نصح لعشقي هذا راح يكون افضل لعب باسي والله مهاري مهاري ذكي شجاع قلش هذا اللي كان عندك بالمنتخب اللي شوية تارس سنين متارس هذا عضل فهد ميثا فهد عفية فهد ابني وين هذا هسه وين موجود وياي بالبلدية فهد نعم بالفريق عبر مرحلة الشباب لو بعد الشباب عبر مرحة تقدر كان فارغ الآن ما تواجدوا مع المنتخب الوطني مع كابتن هيثم بعيوي مكانه فارغ صراحة حتى مواني اللي أقول اللي هو المسؤول على هذا الاختيار لكابتن هيثم عباس بعيوي زين بسبب الإصابة زين حسن بلا يسلم عليك الله يسلم اليوم سجل هدا فين وكان بعث لرسالة من النصين عرف انه انت الله يوفق ضيفي قال احنا أميرة حين المباراة تحياتنا الكابتن الله يوفق ابو عباس رجال 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 يحبك طبعا انا ما أحبه صاح فضل عليه لو هو صاح فضل عليه ما أكون فضل إن شاء الله بين الأخوة ها و الله عم بزيل طبعا يخصك دعمي بالسلام الله يسلم وتمنى التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله يلا شوف الصورة الجاية هم تقل لي مو صاحبة فضل عليك الجنة هاي والدتك الجنة هاي بس أقول الله يحفو تدعي لك بالمباريات تنسى روحة و و الله شوف اللعبات من انت تتعصب مثلك لا شي سوفوا لك عنها من البيت أنا والدي والدي وغية يعني أنا والدي منسجله علينا الهدف الثاني في إيران والدي نقله للمستشفى يا أبي بالله العظيم صعب عنده السكر ونقله للمستشفى بحيث خابرت من قاتلي هاي أمو قلت له هاي قلت لي كون ضايق قلت له شوفتك عدي بالدنيا و قلت أبوك ايش و ايش تخربط قلت طينا خنا قلت له على شونه ضايق لا بس أنا منهار أنا من تايلاند اللي الدوحة بسفتش والله العظيم أخسم بذات الله والدتي و ودي نحن خسرنا وبراتنا الأخيرة مع المتخدران أفضل فريق في آسيا أو من ضمن أفضل ثلاث فرق بالعالم و مقاومات النجاح كلها موجودة أده دوري و قاعات كل شيء كل شيء شو اللي ببالك شو اللي ببالك موجود أده زين وبمناسبة حتى اللاعبين الإيرانيين مختلفين في دورينا أنا هسا اليوم إذا أتكلم على إيران يراد لحلقة كاملة أي قناة زين بالمناسبة شوفت بنفط الوسط لاعبين إيرانيين فارق الله يحفظهم إن شاء الله علاقتهم بيك زين والله يحفظهم إن شاء الله الله يخليك أنا لولاهم لولا دعاهم يمكن أمين ما يعرفني لانمت إن شاء الله أذائك وإجتهادك ما شاء الله عليك الصورة الجاية الكافتين عباس رحيم هذه في قاعة السطور صح؟ هذه بطولة الشركات أنا كنت أعمل مع النعامة وجه المتحية محالية خارج البلد اللي هو إيفان كنت لاعب؟ لا ما كنت لاعب كنت أعمل معهم بس عشقي كرة الصلاة وهذا المنن اللي موجود هو أخوية كان مدرب بالفرق الشعبية وأنا هناك كنت مساعدة اللي هو سمير خماص أخوية هذا الرجال الله يرحمه الله يرحمه هذه الصورة كانت بطولة هي مال الشركات هو كان يلعب الفريق وهذه المباركة كان منية حياتي أنا أسلم عليها مو أخذي هذه الصورة عشق عباس عشقك عباس رحيمة عشق الله يرحمه يعني كان أنا زوراي زين زوراي ما تخاف من هذه الكلمة أنت زوراي؟ لا شنو ليش أخذ أنت زوراي هو المشجع الزوراي هو المشجع الزوراي أمرياب أيبا أصولك والله والله العظيم لهالدرجة تحب الزوراي؟ زوراي داخل ملعب؟ مدرسة والله الزوراي يسمعوك نعم عيني ممكن يعني ممكن إذا بيها مجال نعم تدربوا لنا الزوراي الكرة الصلاة؟ شوف أنا ما حاتيها بس أول مرة حاتيها زين فديوم شخص عزيز عليه اللي هو أبعلا قال للزوراي رادي يسمون فريق أنا بطبعي اللي يريدني هو يجيني ما أروحك هاي مو مو غرور ولا كذا ولا لكن انت اليوم مدرب محترف اللي يريدك هو يجيك فقال له للزوراي أنا رحت عرضة خدماتي للزوراي أطيت السيفي لأبو تيسير و الجيلة تحيير كابتن فلاح حسن كابتن فلاح حسن ما أدري وصل للسيفي مالتي أو كذا وكنت مستعد أن أدرب ببلاش للزوراي والله وكنت مستعدة أجيب منتخب الشبات شاوان أبو يجون كلهم بالزوراي الزوراي غير الزوراي بالقرانة زين رجعوني للصورة نفس الصورة رجعوني إياها أردسيكس والوغة البالي بس لتضحك فان جاهل رجعون نفس الصورة هاي تراكسونت وين رجعوني رجعوني للعائلة طالب جدات والله دون دوبتشي هاي هاي انت بزل الصدار هذا طبعا أنا جيت هين الشور هاي لا 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 بالقران جيت من الشغل أنا كنت أعمل في محلات المنهل زين شارع سلمان فايق مع الأخ بنور هو اللي هو كان نسيب للنعامة زين زين وكنت أعمل مع النعامة فهذا التراك يعني كنت أنا أعمل بالعمل زين خير من الله خير من الله الله يرزقك الله يسلمك أنا مناسبة كل شي احترم الناس اللي ما تنسى تاريخها طبعا ليه فالشرف عظيم ماذا اشتغلت تعالى زين شوف تزور صورة هسة تزور صورة لو بها ما جاء ونطلحها والله شوف تزور صورة مين دي سعر هذا عبد الرزاق أبو الهيل وجي للتحية يعني راح أحاول راح أطلح هاي الصورة هسة مارد أقول لك مينو المخرج يقول ديزليها واتساب تقدر طلع لقاه هاي صعب زين عيني فالمهم المهم شوف الصورة الجاية شوف الصورة الجاية رزاق دائما يقطع لا لا خلين شوف الصورة الجاية هاذا فرقكم الشعبي لا فرق قطاع انت وينك انت حتى تظهر زين هاي ليش ما قاص المخرج جول كب لا هي طرح حتى الزولية هو هاي قطاع سبعة ستين وجلت تحية قطاعي نعم ونولدت بي هاني زين وبنفس الوقت همهم صاحبين فضل عليها زين انا كنت جول كابتن الفريق اللي هو مدربي بالفريق الشعبي زين وانا كنت مساعدي هاب الفريق اللي هو أخويا سمير خماص زين هاذا العزاوي انت كنت مساعد مدرب نعم زين المهم هاذا يعني طبعا كانت مجموعة من الصور بحياتة بس ها أمين على مدلة الحسب عليك هاني كنت ألعب بس كنت بس أكسر يعني مو خوش لاعب مو خوش لاعب مو خوش لاعب مو خوش لاعب ايه انت خوش مدرب هسا عندنا مسك بعدني لا 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 الناس تقيمني وانا قيمني شي يقولون عنك الوسط الصلاة شي يقولون عنك والله انت أسألهم ها أسألهم أسألهم وأنا سألتهم تقولون يعني لاعب عادي عادي شوني زين بعدني نقطة بحر زين أنا تزيرت صورة لزولياها تزيرت المخرج الشارة طلحة بس شوف الصورة جاي الشي تقول خل ضوجك شوي عادي الله زين الصورة جاي وين الكتاب فيها فتشيش كتاب مو هذي الصور محمد يلا نقدر نرجع نقدر نرجع خلي نسولف على هاي دول منو أقول ابناي ها دولة نور عين اللي شوفيهم اها بهم لاعب ما ريتهم ولا ابو نكرت قدر ليش ليش محقولة ليش ما تزيعون نكرت قدر هاي الصورة بقعة الشباب مباراتنا مبارات الشرطة شوف انا دائما صور ابنائي وفهد فهد انا اعتبر هذا ابنك ابني فهد ايه نعم ابني والذي الدليل هسه هو اللي اللي عوف 50 مليون و 40 مليون ويجي لعب بـ 750 بشار شنهات هذا وين لعبوا بالبلدية هو بالمنتخب كابتن منتخب شباب العراق هذا كابتن منتخب شباب العراق ومعاي في النادي عاف 50 مليون ويجيه 50 مليون يجي على 750 اها يعني يجي وياك ايه دولة دولة أطفالك وذاك ما نعبار ذلكم ابنك هذا عز من ولدي زين نرجع للصورة اللي قابلها محمد الصورة اذا ممكن صورة الكتاب هذا دولة يا الكتاب طبعا هذا الكتاب إلى الاتحاد العراقي بمركز إلى معالي السيد وزير شياب ولياظ المحترم ايه شنو ش مكتوب بها نهديكم كذا يرجى تفضلكم كذا هذا الكتاب تطلبون بقضاع أراضي مع شنو حقنا شنو حقهم؟ مطاكم ظروف؟ صراح هذا الكتاب ماضي شنو وصلك على ووه والله طلع اليامي شوك كتاب؟ هذا الكتاب زين أشوفك من يوم صلي؟ اي والله على ووه أشوفك بال... اي علي لا المهم هذا الكتاب وصلي هذا شنو الكتاب؟ هذا الكتاب قضية راسم من المثال ما أعرف سلمت قطع؟ لا والله هذا الكتاب مثل قضية الدجيل وقضية حلبشب لحدها ما نعرف من المسبب من الكلام هذا الكتاب شنو؟ هذا رابع كتاب يروح الوزارة الشباب والرياضة بتوقيع سيد رئيس الاتحاد عبدالخالق مسعود ويضيع الكتاب يضيع؟ يضيع تروح تسأل عليه يقولك ضاير أنا ما أروح أراجع يروحون عدي صبارة يا بترى الناس فقراء الناس قاعدة بالحواسن بالإيجارات اللاعبين المدربين حال الضيمة وحالهم وحقنا لا أخلف الله عليكم حقنا يعني ذا يسمعنا السيد الوزير لا أخلف الله على كل واحد حقنا أكو قطع أراضي مخصصة للأبطال هذا الكتاب الرابع زين ويسيله السيد رئيس الاتحاد بتوقيع السيد رئيس الاتحاد يضيع وشوف الكتاب بياه تاريخ بياه تاريخ شوف الكتاب يعني 2017 بشهر الرابع شهر الرابع والكتاب ما زين لا أستغفى الله مو شهر الرابع شهر الدعش زين والكتاب ما وقبل كتاب يعني صالة شهر انترى مننا سموها شهر همين شهر الشوية شهر الدعش شهر الدعش شهر الدعش شهر الثاني شهر الثاني شهر الثاني نعم يعني كم شهر 14 وقبل كتاب بالعاشر وقبل كتاب بالتاسع وقبل كتاب وين يروح والله ماضي سهلهم واجهوا سؤال علوات التصل بأي واحد تسبينا والله يبعد ما أدري يعني أنا قال لأنا تردزوا الكتاب بقى وشوفه إله ورح يحكي لك ما أعرف شنو أصلي كتاب هذا الكتاب رابع كتاب هذا حقنا الريدة زين شنو قضية الظروف الفارغة شنو قضية الظروف الفارغة هذا موضوع صار بوقت يعني مني جينا وزارة الشباب الرياضي قالوا تكريمكم هاي جينا وسلمونا ظروف فارغة زينت ليش قلب الدنيا يعني طبعا اهان اهان هي مو بس وطاكم ظروف فارغة كياب هاي قدام الإعلام يطيكم بعدها هاي مو بس انت ما اطلب لك واحد فلوس تطلب واحد لا والله انا لو ماك مادة ولا كذا ما حاشي احنا المواضع اللي خاف طبعا انا ما حبيت اطرق عليه بس هالمرة راح اطرق عليه الموضوع اللي صار عدة نقاط يعني انا مثل ايوم احكي وياك يصير الموعد يجي يقلي استعجي شوي عمين عند الاجتماع هذا احد حماية سيد عبدالحسين عبطان شو قلت؟ انا اتكلم وياه سيد الوزير ايه شو قلت؟ يقلي يحط حلقة باذني يقلي شوي استعجي الوزير عنده اجتماع المنجا اداز عليه العاد لو سيد الوزير قلنا لحنا عدنا بس هشاء بسيطة ردنا حق لانه هو اليوم قائد راعي شباب الرياضي طمعنا بكرمه وكذا وكرمه شنو بقاعة للعراق مؤنة ومخصصات اللي هو راتب الشاري المدربين احنا مؤنة بس للاعبين اللي يسمع مستنميين وقطعة الاراضي والله ادار ويتشاب بهالعبارة شير دون ذوله اخسن بذات الله اي بالله بالله العظيم ووجود الشود طبعا اموني ترى الشخص اللي بدون كرامه لا شيء طلعت بكرامتك يعني احنا مرد نروح اكثر بالموضوع الصورة الجاية شوف محمد محظرها حسن ابو الهيل حسن ابو الهيل حسن ابو الهيل حسيني حسيني ما اعرف حسيني ابو الهيل اوجي للتحية الله الله يوفقه هذا منه؟ رزاق ابو الهيل واحد من افضل المدربين ومدربين على مستوى لا ما منه الافضل واحد من افضل ليش , يعني واحد أصلا في صان المدربين بال disappointed لا أفضل يعني واحد من افضل المدربين لا لا مدعم بس هو المتازم شغلة يمكن ماهو موجوده عند الاخرين لا افضل هو واحد من عندهم كابتن الأفضل شنو ياخذ كيس العالم زين الأفضل ياخذ آسيا الأفضل يسمع لاعب لا أنا أقصد واحد من أفضل المدربين يعني عنه سانده أعد لك مثلا أنا برأيك شخصي نعم بالعراء حتى هاي الكلمة تستخسرها بي يعني لا 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 مستخصر لا بالعكس رزاق مدرب طموح ناجح بعد في بداية المشوار بس مو الأفضل لا من المدربين الجيدين واحد من المدربين الجيدين وين راح عباس فاضل عباس فاضل أبو نفط الجنوب وين راح عباس فاضل زين وين راح عباس فاضل من أفضل المدربين وين راح زهر علي وين راح كلمة طبيعي طبيعي وين راح رعد معارج أبو الخالدون وين راح شوق صبري وين راح اللي هو الزعيم هيثم عباس بحاوي وين راح رزاق تعده على مدلاء ظلمة زين تعده من المدربين الناجحين بالعراء نعم هو واحد من المدربين الناجحين نعم كل إحنا لحد الآن مو الأفضل صراحة خلنا حتشك لك لأن إحنا إذا بس محلياً بالمناسب تريد الكلمة ما بين شيء أبو شجاع حريبي إذا محلياً الأفضل هيثم عباسي بعيوي ويجي من بعد عباس فارغ ويجي من بعد عباس فارغ ويجي من بعد عباس فارغ تسمح لي تشتعصبت لا لا ما تعصب عندك مشكلة واحدة ترزا أخوي زين لا بالعكس إحنا نقول ترى عد 4 دقائق تقريبا لازم نختم اليوم شباب لازم نختم بأهداف يعني منتخب الصلاة أبو حسين الصديقي هو أخوي شوفو عانوش أقول أقول هو واحد من المدربين الجيدين الجيد أحسن من أفضل المدربين لا من أفضل المدربين يعني الأفضل مو هو الأفضل خلي نحن نروح وراء برنامج ناقش ناقش ياصر حميد ويل عاد زين كابتن علي سعدون ويل كابتن حتى ناخد صورة شافي قد ناخد صورة شافي صورتك جاير صورة رقم 15 حتى بعدها ناخد الصورة الصورة رقم 15 حابا صورة شافي صورتك ويا شافي هاي بقطر هما أخذنوا لك صورة هيتشي قابتن أنا إيه هاي طبعا مدرب منتخب لا مون شغلك هاي وين هاي بقطر ملعب السيد كنت تتوقع في اليوم راح تاخذ صورة يا شافي لا بالله من شفته أنا كانوا اللاعبين وراي الموبايلات كلها مسحوبة بس موبايلي إجاوا واخذوا موبايلي كانوا وراي يسؤال فون انقطع الصوت شكوا انقطع الصوت دارت واتشي لقيت تشابع عفت اللعب أول بنت خبر كذ قتبها الصحود زي أستاذ عليش خلينا نشوف اللقطات النقطات من مباراتي اليوم زميل مخرج محمد عدنا نحضروني اللقطات من فوز منتخبنا الوطني للصلاة يعني مسائل اليوم لعبوا والفريق مبروك عليهم مبروك عليهم فوقه بأربعة هداف مقابل هدافين نرى اللقطات حتى باعتها نختم شوفنا اللقطات محمد موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر